ألقت الشرطة الأمريكية القبضة على ما لا يقل عن 13 شخصاً في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا بعد أن تحصن طلاب متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين داخل مكتب رئيس الجامعة قالت الجامعة أن ضابطاً أصيباً وأن المبنى تعرض لأضرار جسيمة خلال المواجهات أضافت الجامعة أنه سيتم تعليق دراسة الطلاب المعتقلين ولن يسمح لهم بالتخرج ترجمة نانسي قنقر